أهلا بكم من جديد بعد النجاح الكبير لأغنية الترللي لفرقة الإنس والجام وبعد انتظار السنة تطلق الفرقة أغنية جديدة بعنوان فانتازية واللي شاهدناها قبل قليل بالتأكيد نتحدث عن الأغنية وعن الأعمال القادمة للإنس والجام مع ضيفينا من داخل الأستوديو ومن أعضاء الفرقة جوزيف دقماق أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا وأيضا محمود كارزون أهلا وسهلا فيكم شو هالجمال شو الأغنية الحلوة ديسلام كثير حلوة وجميلة مبارك لكم بالتأكيد على هذه الأغنية وبعد السنة الماضية بشهر ثلاثة تم إطلاق أغنية الترللي وبعد السنة الآن تطلق أغنية جديدة سبب هذه الطول الغياب وولادة فانتازية هو السبب أول شيء كان نوعية اختيار الأغنية كان أنه عبل ما نختار فيه عنا تعرفي في عنا أغاني كثيرة في البرنامج شفنا شو المناسب أنه نختار هلا بعد فترة وكان سبب أنه نوعا ما نحكي تحدي أنه ترللي تعرف انتشرت منيه وصارت هيك فبالناش نوصل في الثقف لعند المستمعين وهيك أنه يعني يكون إشي أقل فمتوقعين هم يعني إشي بنفس المساوء أو أحسن هيك فكان هذا سبب الاختيار الأغني أنه شفناها من خلال العروض جربناها خلال العروض وردت فعلي الناس كان كثير حابينها فقررنا في الإجماع أنه بإمكانه أكثر إشي عمل جماعي كألحان وكلمات وتوزيل الفرقة فهذا كان سبب من الأسباب كمان أنه نساعد في إطلاق الأغنية جميل محمود يعني اتحدث عن فريق العمل يعني فرقة الإنس والجام هي تحتوي على مجموعة وفريق عمل متماسك مع بعضه بيطلع بشغلة وفكرة وطلعت أغنية فانتازية نتحدث عن الكلمات وعن اللحن وكل هذه الأمور بالتأكيد زيما نكمل عجزية عادنا كالعادي كيف نعمل دائما نعود مع بعض هاي الشق الجام من الفرقة ونبدأ منطلع أفكار تيجي طبعا فكرة من واحد معظم الأوقات نعمل مثلا هاي الشيء ونبدأ منطلع عليه مثلا فانتازية أجت بيجي محمد مصطفى بيحكي لنا والله عندي كل مقسمها فانتازية نعمل عليه هاي الشيء تمام بيجي منبلش نعمل لحم نجرب نركب كل شيء تمام منبلش بكلمات منعدل كلمات لأنه هاي المرة زي ما حكشو زيك احنا اللي كتبنا الكلمات فبلشنا بكلمات وزبطنا وعدلنا عليها بلشنا بلحن وزبطنا وعدلنا عليه لوصلنا بالآخر للتوزيع بالضبط حتى يعني بالنسبة لبميز الأغنية هي كل من الإنس والجام كل يعني لحن توزيع كلمات هاي مرأة بكل مع الكلمة من ايت وزد جميل فعلا شيء جميل جدا وخليل نحكي تتميز الأغنية جوزيف أيضا بطريقة مغيرة شوي عن الترلالي بطريقتها بكلماتها بلحنها وكل هاي الأمور يعني تحدث اللي بميز فانتازية عن الترلالي هلا من ناحية موسيقية يعني فيه فرق كتير يعني كبين المرحلة الأولى اللي لشنا فيها وما زلنا مكملين عليها نوعا ما الفكرة الموجودة عندنا فهلا حولنا احنا نشغل أكتر على نوعية الموسيقى أكتر بمن هي احنا بنهاية فرقة موسيقية بالأساس يعني فحاطينا كل شغل الموسيقي فيها فحاولنا ندمج ألات أكتر يعني مهل المرة دخلنا مثلا ألت السكسفون جديدة بالموضوع فدخلنا بعض الإقاعات العراقية اللي تشوبي فيها فاستخدمنا التوزيع الثاني فحاولنا ندمج بين الطرفين بين اللي السايل اللي بحبه والالي السايل الأكتر إشي الدارج للناس فهنا كان في نقل نوعية المرحلة التانية للأغنية بالتأكيد هو يعني يعتبر التحدي بالتأكيد متل ما شايفين يعني شوفنا الفيديو قبل شوي ونشوفه حاليا الفيديو هو ماخد شوي طابع الحركة بالموسيقى وكذلك يعني حتى الألوان والطريقة وبيختلف كمان بعدم وجود الآلات كذلك نتحدث عن الكليب محمود وبالتأكيد هو من إخراج عيد عزيز من وجولة طحياتنا الكليب نفس السيستيم لدينا أعداء كله أعداد بالضبط فكرة كان جدا غريبة علينا أولا وبلشنا أنه يلا نتخلى على الألوان ونعمل فيديو كليب بجراج سيارات جراج سيارات بخدم كلمة فانتازية نوعا ما أنه الواحد بدخل بتفانتاز على الميكانيكي وبطلع فمن هذا المطلق أجد بحس أجد فكرة الجراج عادنا أفكرها في الاقتناع ما كانش أول إشي موجود بعدين فكرنا أنه بالعكس فكرة جديدة وحلوة وأنه نتخلى على الألوان برضو هاي فكرة جديدة أنه أوكي إحنا موسيقيين دايما وهيك بس ممكن برضو نعمل فيديو كليب من غير الألوان كليبا معكم وتحضير كذلك تحضير قعد شهرين ما يقارب التصوير يوم كامل بس يوم طويل ست عشر ساعة تقريبا يعني يعني ضليتكم موجودين يعطيكم ألف عافية والله تعبتم بس والله سيارة نتفت على الآخر أكيد من وجه تحية لمحمد أكيد مصطفى وأيضا إبراهيم خليل نجام والثالث أمير ملحيس أمير ملحيس وحسين أكيد نوجه لهم تحياتنا نتمنى أنهم يكونوا موجودين معنا وأكيد نوجه لهم تحياتنا كمان بتميز في أنا كون طالبة من إبراهيم أنهم اتغنوا جزء ولكن حكا أنه كثير صعب لأنه هي بتعتمد على كلكم يعني في بعض الكلمات في بعض المقاطع من الأغنية بتعتمد عليكم كلكم وقديش هذا الإشي كمان بعزز من روح الفريق اللي معكم وقديش بعزز من تماسك الفرقة بالضبط يعني هذيك برضو كان يعني إشي جديد في نوعية الأغنية هاي إنه الأصوات الجوقة المستخدمها نوع الأكابيلة المستخدمه في الموسيقى الهارموني بين الأصوات هذا كان إشي جديد بغير إنه كانت فكرة درجة إنه بس مغني واحد وفيه برده على جوقة فهلأ صف إنه معظم ما في ون من شو يعني بالضبط هذي الفكرة أساس إحنا فيش عنا ون من شو دائما إحنا ستعضاء جسم واحد في النهاي يعني فلش إنه مميز بين حدا وحدا فهي كانت الإشي جديد إنه كمان ندخل أصواتنا إحنا حتى بالتصوير زي بتشوفي كمان يعني إنه بيّن على التصوير على أشخاص مش هم المغني الأساسيين نصوير مرة علي مرة على محمود مرة بالضبط كانت حركة الشفايف أيوة موجودة بسنصة محمد فهذا كان مرضو إشي جديد هيك فـ فعلا شي جميل أكيد وبزعبنا أن نتعرف عليكم أكتر يعني محمود احكينا شوية حياتك شو بتعمل شو بتسوي وشو بتعزف وكل هيا حصوص حصوص صحيح شكرا بعضي في كمان جعل كمان بلشت من 2015 مع مؤسسة الكمنجاتي درست لمدة خمس سنين كملت دراسات عليا بفرنسا بمدينة تولوز تخرجت صلي سنة ونص وحاليا بشتغل مع إدوارت سعيد جميل فعلا شي جميل جوزيف نحنا صدفناك السنة الماضية مع محمود مصطفى وحكينا بس كيل نشرف دايما لازم رود نحكي الله يسلمك جوزيف ذوكما تخصص نسيقة ببيانو والسكسفون دراسي كانت في الأردن طول فترة العيش فيها فلما جيت على البلد هنا ما توظفت ما أحد أدوارت سعيد هلا مدرس هناك ومع الإنس والجام كل الإنس والجام لازم أتعلم أشياء أربعة لازم لازم ضروري أتعلم شغلة من الأشياء التي تعزفوها بالتأكيد نتحدث أيضا عن مشروع ألبوم كامل للإنس والجام الآن نية إن شاء الله نحن الخطر الجاية أن نصدر ألبوم بس كما تعرفي نحن بالفرقة نعتمد على الإنتاج الذاتي لحالنا صحيح موضوع التمويل هذا شوية نحن منواجه فيه مشكلة يعني فدائما الإنتاجات تكون على حسابنا فهذا بما أنه هيك المرحلة عم تأخذ وقت بس إنه بشكل عامي الرؤية العامة للألبوم موجودة الأفكار الموجودة المواد نوعا ما موجودة تقريبا كلها يعني فبس إنه بقولك بتأخذ مرحلة تحضير وعشان فيش يدعم اللي يساعد هذا بس إن شاء الله يعني هاي الخطوة الجاي إنه ننزل ألبوم إن شاء الله تكون يعني هدف بالتأكيد إن شاء الله إن شاء الله يعني ترى للي علاقة استحسان ونجاح كتير كبير وعلقت في الذهن وكذلك يعني كأنه في سحر في أغاني الإنس والجام يعني حتى هاي الأغنية الواحد بيسمع أول مرة تعلق في راسه كمان فكيف شفتوا تفاعل الناس مع فانتازية؟ جميل جميل يعني ما بتقدر تخلي كل العالم يحبوها ولا كل العالم ما يحبوها صح بضع أطرار لي صار فيها نفس الشي يعني إنه بالآخر أضواق الناس بالعالم تلاقي واحد بحب المنخية واحد بحبها صح فالأغاني نفس الشي يعني إنه ممكن ناس يحبوها جدا إنه خلص تمام مش كتير وو بس لا بحسب التفاعل حاسس إنه بلاك فانتازية كتير حابيرا صح جديد عشان نسى منها في ومات لات نازل صح جديد إنه التفاعل عم بيصير جميل ردت الفاعل حلوة جميلة جدا طب يعني رسالة يعني كل أغنية فيلها رسالة بتأكير رسالة فانتازية رسالة فانتازية يعني شوف عادة نحنا مترك هيك مفتوحة للناس يعني زي ترالي يعني الوكل ما حكمناش حدا يعني ممكن تربطيها مرات في الحب مرة تربطيها في الشغل مرة في حياتك مع العالم بالوضع العام بالضبط فانتازية نفس الشي يعني إحنا مثلا يعني حاولنا في الكليب مثلا من ترمش يعني فيش عنا فكرة تنترجم النصحر في مع الأغنية إنه شو بتحكي الكلمات كنت بقلسق مع السورة بالضبط أعم مفيش إله هذا فإحنا تركنا إنه شوفنا كانت فانتازيتنا في الموسيقى فإحنا رحنا يعني تفانتازنا أخدنا البيانو دخلنا الألق شوي هيك ورحنا على الكراج سوينا الموسيقى فهي بالنسبة لي كانت الفانتازية نوعا ما ممكن أي حالة تانية شوفة فانتازية بطريقته بطريقة محللة يعني فكتداريش تحكي إنه في رسالة واضحة لذلك يعني نفهمها لا أبراكس أنت كيف شو بتسمع خلال الموسيقى شو بتعني لك وشو بتفكر في الكلمة هاي إمتا قدر تسرح فيها أكثر صح و الترلالي مثلا صار يدخلوها كتير في البوستات شو الحياة الترلالي شو الوضع الترلالي وكل هاي الأشياء فهل بالضبط يعني هذي كمرة شو واحد حكا لي مش نش نتذكر شو كانت بس إنه شو الفانتازية بطريقة معي يعني بالضبط يعني قدرش لقيت استحسان الترلالي قدرش هذا إشي بشكل تحدي إلكم إنه الناس تتقبلها و تدخلها كمان في حياتها بكل تفاصيل حياتها بجمل ممكن يلا تحكي فانتازية يعني جدا جميل لما يقتنوا هدول الأسماء الأغاني تعتنا تصير تسمعيهم كمحادثة طبيعية تصير بناتهم مرات الرلالية فانتازية تصير تنتين مع بعض فعلا شي جميل طيب نشاطات سيفي ممكن تكون جاي مهرجانات عروض معينة يعني أكيد طبعا في حكي عن عروض موسيطية ومهرجان داخليا وخارجيا في يعني تمتد من شهر ثلاثة هلا بس في إن شاء الله فإن شاء الله تكون هيك بداية خير يعني فلا تفتح مجلات تانية هيك توسع أكتر يعني عربيا وعالميا إن شاء الله إن شاء الله أكيد موفقين دائما إحنا كتير ساعدين بوجودكم معنا وكتير فخورين فيكم كفرقة فلسطينية بلشت السنة الماضية خلقت يعني قاعدة جماهرية كتير كبيرة إلها كلمات الأغاني تاعتكم قريبة من الناس وبتلامس الناس الناس العاديين البسيطة هذا الإشي بيّن يعني معكم بالفيديو الأول كمان بفيديو فانتازية قداش إنتوا بسيطين فرسالة اللي إنتوا حابين توصلوها أكيد يعني مست كل شخص وما قولبتوها هذا الكمال الإشي كتير جميل بالزبط يعني فبالنهاي يعني فبالنهاي إحنا ناس عاديين وإحنا من المجتمع يعني فإجداع إحنا شوفت حال أو نسوي إشي مصطنع في النهاية فهذا اللي من نسويه في العادة طبعيا في أي يوم من نصر فيه عادة عم بتشوفوه على طريقة الأغنية يعني فبالعكس إحنا يعني قريبين الناس ومنحاول نوصل الإشي البسيط السهل للناس اللي بحبه اللي بتدوله كل يوم هذا هو هدفنا يعني محبة الناس هي راس مالنا في النهاية عرفت كيف؟ أكيد طبعا نشكركم على وجودكم معنا نشكر بقية الفرقة ومنشكر كمان مخرج الكليب عيد عزيز وكل من ساهم في عمل هذه الأغنية وهذا الكليب وإنجاحه بالتأكيد أرجونا نشوف يعني أرقام بالعلالة للمشاهدة إن شاء الله يا رب يلا ممتاز شكرا كتير لك جزيف دقماق وأيضا محمود كرازون لو وجودكم معنا موفقين دائما شكرا شكرا إذا نختم بهذه الفقرة حلقتنا لليوم نشكركم على حسن المتابعة نتمنى لكم نهار جميل وسعيد دائما لقانا يتجدد غدا في تمام الساعة التاسعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر